أضائل عمر بن الخطاب ومناقبه كانت العمر مواقف حدة وشديدة ضد أعداء الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه نذكر منها اقتراحه وقتل أسرى بد لا يعود لمناوات المسلمين على الرغم من إقرار جماعة المسلمين قبول الفداء ورفض عمر رضي الله عنه صلح الحديبية مع قريش لظنه أن في بعض بنوده مهانة للمسلمين فراح يناقش النبي في ذلك لعمر رضي الله عنه مواقف أخرى ملفتة هي طول المقام عن شرحها منها موقفه من عبد الله بن أبي زعيم المنافقين ومن حكم الخمر ومن نساء النبي وهي تكشف عن جانب من شخصيته التي كانت تزداد وضوحا وقوة على مر الزمن برز عمر رضي الله عنه في السياسة العامة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه وحين يشاور أصحابه يجعل لرأي عمر رضي الله عنه مكانة تعدل مكانة الرأي الذي يبديه أبو بكر رضي الله عنه على أن صرامة عمر رضي الله عنه وصراحته وشدته ومخالفة النبي لرأيه في بعض ما أشار به لم تنقص يوما من مكانة عمر رضي الله عنه أو من احترامه ذلك بأنه كان مخلصا صادقا في كل ما يراه ويشير به كان عمر زاهدا فعندما أصاب أرضا بخيبرات النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدت أرضا بخيبر لم أصب مالا قد أنفس عندي منه فما تأمر به فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وتصدق عمر رضي الله عنه بها للفقراء وذوي القربى وفي الرقوب وفي سبيل الله والضيء نتيجة هذه الصفات التي تصف بها عمر رضي الله عنه كان موضع تقدير واحترام كل المسلمين على الرغم مما كان فيه من غلزة وشد